موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلام على المرسلين أيها الأخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضاضلين صدق الله العلي العظيم بعد أن يقف الحاج في عرفة من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس منه وعرفة تعتبر من الناحية الجغرافية خارج حدود الحرم أي فيما يصطل عليه بمنطقة الحل فإذا ما وقف الحاج في عرفات واستوفى الأدب مع خالقه عز وجل يؤذن له بعد ذلك أن يغادرها ويفيض منها ليدخل مجددا في حرم الله لأن المزدلفة أو ما يسمى بالمشعر الحرام هي داخل حدود الحرم وهي بداية الحرم وأرض الحرم فيعود الإنسان ليدخل من الحل إلى الحرم مجددا ويتفيأ حينئذ ظلال المعرفة للوصول إلى مناجات الله عند البيت العتيق لأن الإنسان عندما يغادر عرفة ويفيض إلى المزدلفة يتهيأ بخطوات متتالية ليصل إلى الكعبة بيت الله الحرام مجددا وهناك يجدد عهده بالله سبحانه كما ينبغي له فهذا الإنسان عندما يفيض من عرفة ويدخل إلى المزدلفة لابد له أن يعيش حالة المناجات مع الله كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم اذكر أيها الإنسان ربك الذي هداك بعد ضلال والذي اجتباك بعد ضياع والذي أرشدك بعد تيهن والذي طمأنك بعد قلق وريبة وشك واضطراب واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فالإنسان إذن لابد أن يعيش حالة الذكر والاستغفار عند المشعر الحرام وإنما سميت هذه البقعة بالمشعر الحرام لأنها حدود حرم الله سبحانه وتعالى وحجاب وسور من أسوار بيته عز وجل فالكعبة هي بيت الله والحرم حجابه والمشعر حجاب ثان تماما كأي حصن من الحصون وأي قلعة من القلاع أو بيت من البيوت قد نجعل له عدة خطوط دفاعية وعدة أسوار وعدة حجب تحول بين الغزاة والمعتدين والمتطفلين وبين هذا البيت وهذا القصن وهذه القلعة فحصن الله سبحانه وقلعة الله عز وجل هي الكعبة البيت العتيق والله عز وجل لا يريد لأحد من الناس أن يدخل هذا البيت ويصبح في حصن الله إلا بعد أن يتجاوز هذه الخطوط ويتجاوز هذه الأسوار ويخرق هذه الحجب والتي لا يمكن له أن يخرقها إلا بسلاح الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإذن المشعر هو حرم وحجاب ثاني لبيت الله سبحانه وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه سلام الله عندما سئل لما صير الموقف بالمشعر يعني لماذا جعل الله سبحانه وتعالى موقفاً ومكاناً للمبيت بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ولم يجعله في مكان آخر قال سئل الإمام الصلاة والسلام لما صير الموقف بالمشعر ولم يصير بالحرم يعني داخل مكة فقال عليه السلام لأن الكعبة بيت الله والحرم حجابه فلما أنقصده الزائرون وقفهم بالباب حتى أذن لهم بالدخول ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم وهو العمل التالي بعد الوقوف والمبيت بالمزدلفة وهو أول أعمال منه يوم العيد والذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه أي دون الله أمرهم بالزيارة على الطهارة يعني الإنسان عندما يفيض من عرفات إنه يقصد بيت الله يقصد زيارة الله في بيته تماماً كأي إنسان يقصد بلداً من البلدان ويقصد مكاناً من الأماكن لا بد له أن يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى هذا المكان المقصود وقد تعترضه في هذا الطريق عدة نقاط حدودية لا يمكن له أن يتجاوز ويصل إلا بعد أن يؤدي بعض التقوص والمراسم في هذه النقاط الحدودية وهذه الأسوار وهذه البوابات فإذا المزدلفة هي باب من أبواب حصن الله وباب من أبواب قلعة الله وباب من أبواب بيت الله فمن أراد أن يزور الله في بيته ليحظى بجوائزه وهداياه وعطاءاته الكريمة ومن أراد أن يكون في حصن الله الحصين لا بد له أن يتجاوز هذه المواقف ويقف عندها ليقدم أوراق اعتماده ليؤذن له بعد ذلك بتجاوزها والوصول إلى بيت الله والتشرف بزيارة هذا البيت المبارك كما أن هذه البقعة سميت بالمزدلفة والمزدلفة مأخوذة لغة من الإزدلاف والإزدلاف بمعنى التقرب والدنو فالحاج المفيد من عرفة إنما يبيت في منا ليلة العيد وذلك ليهيئ نفسه ويعدها للدنو والتقرب خطوة خطوة من بيت الله الحرام وهذا يعلمنا أن من أراد القرب لا بد أن يمر بمراحل من التطهير والتخلية ليتمكن بعد ذلك من الفوز بالتحلية يبيت الإنسان في هذا المكان المقفر في ظلمة الليل ليبحث في كوامن نفسه عن الذنوب والآثام والخطايا ليذكرها ويطلب من ربه أن يغفرها له وأن يعمد إلى طغيان النفس الأمار بالسوء ويقمعها بصوت المجاهدة قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ثم يلتفت هذا الإنسان وهو في مبيته ليلة العيد في المزدلفة يلتفت إلى وساوس الشيطان ومكائد إبليس ويسعى للتسلح بسلاح الإيمان والتقوى والطهر ليقمع هذا العدو اللدود ومن هنا نعي سر استحباب أن يقدم الحاج على جمع الحصيات التي يستخدمها في رمي الجمرات في الأيام القادمة من المزدلفة لأنه من المعروف أنه يستحب للحجاج عندما يكونون في هذا الموقف أن يجمعوا الحصيات وهذا الأمر غالبا ما يكون في الليل في أغلب الأحيان يكون في الليل لأنه نحن ندخل إلى المزدلفة ليلا بعد غروب الشمس من يوم عرفة ونبقى إلى طلوع الشمس من يوم العيد فإذاً إذا كل الحجاج الموجودين في منطقة مزدلفة بدون يبحثوا عن الحصى لابد أن يشرعوا بالليل فهذا المسألة تعلمنا شيء وترمز إلى شيء مهم فإن البحث عن الحصيات وجمعها في هذا المكان ومن هذا المكان بالذات وكذلك التأكيد على كون الحصيات متصفة بمواصفات خاصة حتى يصلح أن نستخدمها وأن لا تكون كبيرة جداً بل تكون دقيقة صغيرة بحيث لا تؤذي إذا أصابت أحد كل ذلك يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جداً أن الإنسان الذي يريد أن يتوجه إلى ربه ويسأل التوبة من ربه سبحانه وتعالى لا يكفي فيه أن يمر على نفسه مرور الكرام بل لابد أن يجلس مع نفسه جلسة التأمل الدقيق ويحاسبها حساباً دقيقة ويغوص في مطاوي نفسه عميقاً حتى يدرك أدق الأشياء وأدق التفاصيل فيما تخفيه هذه النفس وفيما تستبطن عليه هذه النفس وفيما يوجد في كوامن هذه النفس حتى يعمد إلى تخليص نفسه وتطهير نفسه من كل هذه الذنوب صغيرها وكبيرها لا يستخف بصغيرة ولا يسقط أمام كبيرة بل يعمد إلى محاسبة نفسه ويدقق في أدنى التفاصيل وفي أدق التفاصيل حتى يوفق إلى التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني الله أمرنا بالتقوى مرتين اتقوا الله ولتنظر يعني لابد لك أن تتق الله وتحاسب نفسك وتتأمل في كوامن نفسك واتق الله ولا تستخف أثناء محاسبتك لنفسك بل عليك أن تحسن الحساب وتدق الحساب حتى تخرج بالفعل مبرأا منزها من كل ذنب وخطيئة فتماما كما تبحث عن الحصات وتدقق في أدق التفاصيل في هذه الحصات التي تستعملها لرمي الجمرات في يوم العيد وما يليه من أيام التشريق كذلك عليك أن تدقق في أدق التفاصيل وأدنى التفاصيل التي تعيشها وتشتمل عليها نفسك حتى تبرئ هذه النفس وتطهرها وتزكيها وتنطلق بها نحو الله عز وجل كما أنه علينا أن نتذكر كل الوسائل والأساليب التي يمكن أن يستخدمها الشيطان والأبالسة الذين كثروا في هذه الدنيا وكثروا وتعددت وسائل وسوستهم وتسويلاتهم شكلا ونوعا ومضمونا فلا بد لنا أن ندقق النظر وندقق الحساب في كل التفاصيل التي تمر في حياتنا حتى لا نقع في حبائل الشيطان ومكائد إبليس والشيطان الرجيم لذلك علينا أن ندقق في ذلك كله لنعرف كيف نقمع شياطين الإنس والجن بالسلاح الملائم والوسيلة المناسبة ثم إن ضرورة الالتزام بالوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العاشر منذ الحجة إلى ما بعد شروق الشمس حيث لا يجوز للإنسان الحاج بحسب ما أفتى فقهاؤنا لا يجوز له أن يغادر المزدلفة قبل شروق الشمس ففي الليل ينوي المبيت من غروب شمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر ثم ينوي الوقوف في المزدلفة مجددا من فجر يوم العاشر إلى شروق الشمس من هذا اليوم وليس له أن يتجاوز حدود المزدلفة إلى من قبل شروق الشمس بل عليه أن يبقى واقفا عند الحدود تماما كما الإنسان الذي يريد أن يدخل مكانا ما تجد الناس مجتمعين محتشدين عند الباب حتى يؤذن لهم بالدخول وليس لأحد أن يدخل قبل صدور الإذن وليس لأحد أن يدخل قبل الوقت المعد للدخول فكما أنك في بيتك أو في مؤسستك أو في أي مكان من الأماكن التي تمارس فيها عملا من الأعمال قد تجعل وقتا خاصا للدخول والقروج ولا يسمح لأحد بأن يدخل أو يخرج من وإلى هذا المكان إلا بالوقت المحدد وبعد صدور الإذن من المسؤول كذلك حرم الله سبحانه وهذه البقاء ليس لك أن تتجاوزها وليس لك أن تتقدمها إلا بعد صدور الإذن وهذا يعلمنا أدب الالتزام بالحدود والضوابط واللياقات في كل علاقاتنا في كل أمورنا في كل شؤوننا لأن معظم مشاكلنا في الحياة الدنيا هو عدم انضباطنا وعدم التزامنا بالمواعيد فطالما نعد بعضنا بعضا ولا نفي ولا نلتزم أعدك بأني ألقاك في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا ولكن تجدني أخل بهذا الموعد ولا ألتزم إما لا ألتزم من حيث الزمان أو لا ألتزم من حيث المكان فالله سبحانه وتعالى من خلال الالتزام والإلزام بعدم المغادرة لهذه المنطقة إلا بالوقت المحدد يريد أن يعلمنا مسألة الالتزام بضبط مواعيدنا ونستشعر من خلال ذلك أهمية ضبط المواعيد والالتزام بالحدود والضوابط التي يمكن أن ترسم لكثير من علاقاتنا وأمورنا الإنسانية والاجتماعية في كل ميدان من ميادين حياتنا فالله سبحانه يريد أن يؤدبنا من خلال هذه المناسك ومن خلال هذه الأعمال لنعيش الالتزام والانضباط بالموعد الزماني والحدود المكانية مما يعودنا في جميع أمورنا وعلاقاتنا أن نلتزم وننضبط في كل هذه العلاقات والمعاملات وأن لا نتهاون ونتساهل في أي أمر من أمورنا وأي علاقة من علاقاتنا الإنسانية في مختلف نواحي الحياة لأننا كثيرا ما نهمل التدقيق في بعض التفاصيل ونهمل التدقيق في بعض القضايا لأننا ننظر إليها على أنها صغيرة وعلى أنها تافهة لا قيمة لها لا وزن لها فلذلك الله يريدنا أن ندقق بأدنى التفاصيل بأدق التفاصيل وأن لا نستخف بشيء لأن الإنسان إذا ما عود نفسه على الاستخفاف بالأشياء والتساهل والتهاوم بالأشياء شيئا فشيئا يهمل كل الضوابط وكل القيود وكل الموازين الشرعية والأخلاقية والاجتماعية التي تنعكس سلبا على حياتنا وعلى واقعنا مما يتهدد هذه الحياة بالدمار والاندثار وما هذه المشاكل التي نواجهها وما هذه الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية إلا بدءها استخفاف وتهاون في أمور ظنناها بسيطة أو اعتبرناها بسيطة ولكنها تراكمت شيئا فشيئا حتى أصبحت أمرا عظيم وداهية كبرى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر مع بعض أصحابه وأرادوا أن يشعلوا نارا ليطهوا طعامهم فأمرهم بأن يعد كل واحد منهم شيء وخرج هو يساعد أصحابه في جمع الحطب فرآه البعض يعمد إلى صغار الأعواد والقش ويجمعها فاستغرب هذا الإنسان وقال له يا رسول الله ما هذا الذي تجمعه فقال هكذا تجتمع الذنوب هكذا تجتمع الذنوب يعني لا تنظر إلى هذه القشة الصغيرة وإلى هذا العود الصغير وتستغرب هل يمكن لهذه القشة أو لهذا العود أن يشعل نارا ويوقد نارا تصلح لطهي الطعام كأنه يريد أن يقول له نعم إن هذه الصغائر وهذه الترهات البسيطة التي يمكن أن يرتكبها الإنسان وهذا اللمم الذي يمكن أن يصدر من الإنسان في سلوكه وفي حياته يمكن أن يجتمع ليوقد نار جهنم التي تحرقنا وتحرق الناس أجمعين فعلينا أن لا نستخف بهذه الأمور ونسميها صغائر بل كما قال أمير المؤمنين علينا أن لا ننظر إلى صغير الذنب والخطيئة لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت إنك تعصي جبار السماوات والأرض هو موقف مزدلفة هو موقف دعاء واستغاثة حيث يستحب للحاج أن يذكر الله عند المشعر الحرام ويدعو بهذا الدعاء اللهم هذه جمع وسميت هذه البقعة جمع وهذا اليوم جمع لأنه يجمع الناس جميعا كل الحجاج كل الناس يقفون في هذا الموقف دفعة واحدة في وقت واحد اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير يا رب اجمع لي في هذا اليوم اجمع لي في هذه البقعة كل جوامع الخير الخير على مستوى عقلي ومعرفتي الخير على مستوى قلبي وروحي الخير على مستوى جوارحي الخير على مستوى علاقاتي الدنيوية مع الناس من حولي الخير في كل ما يواجهني في هذه الحياة الدنيا أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأسألك يا رب أن لا تجعل اليأس يتسلل إلى قلبي ولا تجعل اليأس يتسلل إلى كيامي بل اجعل نفسي مليئة بالأمل مليئة بالثقة بك سبحانك يا رب وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك تعرفني نفسك فلن تعرفني نفسك ما عرفت نبيك وهكذا أن تعرفني ما عرفت أولياءك من عظمتك وقدرتك ورحمتك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر فكما تسأل لنفسك جوامع الخير تسأل كذلك أن يقيك جوامع الشر جوامع الأذى ويستحب للإنسان في هذا الموقف أن يسأل ربه تعالى أقول ولكل وافد جائزة أنا يا رب أفد إليك من هذا المكان أفد إلى بيتك أفد إلى حرمك وقد وعت وجعلت لكل وافد جائزة فأريد منك الجائزة ولكل وافد جائزة فاجعل جائزة في موطني هذا أن تقيلني عثرتي يا رب لا أريد منك الجوائز المادية مال وبنين وما إلى ذلك وعقارات وغير ذلك مما يطمح إليه الكثيرون أريدك يا رب أن تقيلني عثرتي أن تصوب خطاي أن تسددني في مساري إليك فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي لأنني يا رب لست معصوما قد أخطئ قد أعصي قد أرتكب الذنب فإذا ما اعتذرت إليك يا رب فاقبل عذري واقبل توبتي ولا تجعلني من المطرودين عن باب رحمتك وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى في الدنيا زادي يا رب أسألك هذا الزاد زاد التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يوفقنا لكل خير ويسدد خطانا نحو طاعته ومرضاته إنه مولانا نعم المولى ونعم النصير وإلى ملتقا آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة